مونة صديقة أميرة تحب قراءة القصص والحكايات وتقضي وقت فراغها في الاطلاع على القصص والحكايات بالجرائد والمجلات وقد قامت مدرسة مونة بتنظيم ندوة عن القصة شارك فيها معلم اللغة العربية بالمدرسة وأحد كتاب القصة القصيرة وهوات القصة من التلاميذ والتلميذات بالمدرسة بدأ الكاتب حديثه بقوله منذ نعومة أظفاري وأنا أهوى قراءة القصص وأدخر من مصروفي لأشتري القصص والمجلات وكنت أقرأ لأتعلم خبرات جديدة وبعد فترة راودني إحساس كي أكتب قصة وحاولت ولكني فشلت ووسط انبهار التلاميذ والتلميذات أضاف الكاتب بالإرادة والتصميم استطعت معرفة السبب مونة في حماس ما السبب؟ الكاتب السبب أنني لم أدرس قواعد كتابة القصة أحمد وكيف عرفت قواعد كتابة القصة؟ الكاتب عكفت على قراءة القصص فاكتشفت قواعدها ثم كتبت أول قصة لي ونشرتها بإحدى المجلات خالد ما قواعد كتابة القصة؟ الكاتب لكل قصة أحداث وتقع هذه الأحداث في مكان وزمان معينين وترتب هذه الأحداث بحيث يكون للقصة بداية ووسط ونهاية كما يجب أن يوجد لكل قصة بطل أو شخصية رئيسة ومشكلة أو عقدة وحل لهذه المشكلة مونة حدثنا عن بطل القصة الكاتب كل قصة تبدأ بشخصية رئيسة قد تكون حيوانا أو إنسانا أو أي شيء وللبطل سمات خلقية مثل الطول أو القصر والبدانة أو النحافة وصفات خلقية مثل الجود أو البخل أو الوفاء أو الغدر عبير نريد أمثلة لمكان القصة وزمانها أجاب الكاتب قد تجري أحداث القصة في مدرسة أو بيت أو شارع أو وسيلة مواصلات والزمان قد يكون في الماضي أو الحاضر أو المستقبل سألت سلوى ما معنى المشكلة والحل في القصة؟ أجاب الكاتب لا تسمى القصة قصة إذا خلق من مشكلة يحاول البطل التغلب عليها وحلها والقصة الجيدة هي التي تكثر فيها محاولات البطل لحل هذه المشكلة والآن يمكنكم قراءة القصص وتحديد الأحداث والشخصيات والزمان والمكان والمشكلة أو العقدة والحل بعد ذلك يمكنكم كتابة أجمل القصص